السيد أبو أحمد يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا كثرت علي الديون بسبب مرض أبي وعاوز أتبرع بالكبد طيب يعني أنت كثر وتعليك الديون فأنت عايز تتبرع بالكبد عشان تحصل على شيء مقابل هذا التبرع أنا فاهم صح؟ صح طيب أنا أقول لحضر لك حاجة أنت مش محتاج لده أنت محتاج ببساطة خالص أن أنت تعمل وتسعى لأن مش هو ده الحل لما تقسر عليك الديون مش هيكون الحل طيب وإذا استمر كثرت الديون عليك هتعمل الكلام ده في كل أجزاء جسمك ما ينفعش الأمر الثاني أن إحنا عندنا أن نبيع الأعضاء حرام باتفاق ما فيش حد أجاز بداه ليه؟ لأن أعضاء الإنسان لا تقع تحت ملكه أعضاء الإنسان لا تقع تحت ملكه إنما التبرع أن واحد يتبرع بحاجة في حد يديله حاجة دي مكافأة له على أنه أحسن إليه ده أمر تاني فلذلك لازم نحط الحكم الأساسي عندنا إن بيع الأعضاء حرام إنما التبرع بالأعضاء جائز تعال بقى أن نقول بقى أنت الحل بتاع مشكلتك ده هو أن أنت تعمل ده؟ الجواب لا وياما ناس عملت كده لا هي استمرت في حياتها ولا حتى هم وصلوا إلى مرادهم أنهم يتخلصوا من ديونهم الحل هو إيه؟ مزيد من السعي ومن الكسب لما تسعى هتجد الله سبحانه وتعالى بيؤثر عليك وبيخفف عليك يا سيد أبو أحمد وما تعملش اللي أنت نوي عليه دوت ولكن اسعى واكتسب وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيوسع عليك ويوسع لك أمرك إن شاء الله موسيقى